اشتركوا في القناة محليا في الجزائر مع مثيلتها المركبة في دولة رومانيا وكي نقول وزير سابق يعني الارقام اللي رهي مد فيها صحيحة بنسبة كبيرة واستخلص من هذا المقارنة الى فارق سعر كبير جدا بينهما ادرك نمشي للمقارنة بالارقام بالنسبة لسيارة ستيب واي على سبيل المثال الدي 7250 يورو ومع الشحن تصل بيت 8000 اورو الى الميناء ومع جميع الضرائب المحلية على اساس 140 دينار لليورو الواحد اللي هو سعر اليورو في البنك يعني 840 تساوي 112 مليون سنتيم نزيد على هذا 112 مليون تنين وربعين بالمائة تاع الضرائب المحلية سيصبح سعر السيارة 159 مليون سنتيم هذا السعر نزيد عليه هامش ربح الواكيل والضاربة القيمة المضافة المتبقية على الهامش سيتم بيعها بمبلغ 122 مليون سنتيم تي تي سي وكي نقول تي تي سي يعني مع احتساب كامل الرسوم الى انه تم عرضها بسعر 305 مليون سنتيم وهذا يعتبر سعرا يزيد بـ 80 مليون سنتيم عن نظيرتها الرومانية سلام